بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم وعلى شبك المرسلين السلام عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 181.2 في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على واحدة من المشاكل التي صراحة أنا شخصياً أتوصل برسائل حول هذا الموضوع من مجموعة من الإخوة الكرام وهو عدم تعرف جهازك على الفلاش ميموري عندما تقوم بإدخالها طبعاً هناك عوامل كثيرة وأسباب كثيرة تؤدي لهذه المشكلة مثلاً هناك سبب رئيسي والشائع هناك قيمة موجودة في مصار المفتاح الخاص بتشغيل وإظهار الفلاش ميموري على الويندوز إذا تغيرت هذه القيمة فلن تستطيع إظهار الفلاش ميموري الخاص بك إذا قمت بربطها ففي الغالب هذه القيمة تقوم مجموعة من الفيروسات بتغييرها تلقائياً بالتالي يعني تواجه هذه المشكلة ولهذا الحل يعني هذا المشكلة الشائع الذي يعاني منه يعني مجموعة من الإخوة الكرام فكل ما عليكم فعلوا أحباب في الله تضغط على زر الويندوز في المفتاح زائد حرف Air على أساس دور يعني نافذة بهذا الشكل تقوم بكتابة يعني الريخي ديت بهذا الشكل أحباب في الله كما سوف تشاهدون ثم تضغط على إنتر طبعاً إذا كنت تواجه هذه المشكلة بعد ذلك سوف تنبتق لك نافذة بهذا الشكل تقوم بالضغط على أو فتح يعني مجلد كيلوكال ماشين ثم تقوم بفتح مجلد يعني System هنا أحباب في الله ثم مجلد Current Control Set يعني Current Control Set يعني المجلد الثالث كما سوف تشاهدون ثم تفتح مجلد Services هنا أحباب في الله ثم تبحث عن يعني المجلد الذي يعني يحتوي على مفتاح Flash Memory يعني على هذا المسار أحباب في الله الذي هو USB Store يعني سوف تجده يعني في الأسفل كما سوف تشاهدون هذا هو يعني USB Store نقوم بالضغط على هذا المفتاح أحباب في الله نضغط على Start لهذا يعني إذا كنت تعاني من هذه المشكلة عدم إظهار يعني Flash Memory عندما تقوم بربطها يعني على حسوب كفها في العادة يعني هذه القيمة قد تغيرت يعني إلى قيمة أخرى فإذا وجدت مثلاً أربعة أو خمسة أو واحد أو اثنان أو غير ذلك فعليك وضعها في هذه القيمة الإفتراضية مباشرةً أحباب في الله الذي هي ثلاثة بعد ذلك تقوم بالضغط على OK وجرب أن تقوم يعني بربط حسوبك بـ Flash Memory وسوف تتغلب على هذه المشكلة أحباب في الله هذا هو ضرر بسيط يعني شرحنا من خلاله يعني طريقة التغلب على هذه المشكلة الشائعة صراحة أنا شخصياً توصلت من جمعة من الرسائل في هذا الخصوص يعني قم بتطبيق ما قمت بشرحه فقط إذا وجدت يعني في الغالي بطبيعة الحال إذا وجدت يعني هذه القيمة قد تغير قم بوضع الرقم ثلاثة وقم بحفظ التغيرات وبذلك سوف تتمكن من إظهار الفلاش ميموري الخاص بك على حسوبك أتمنى الدرس قد أفادكم لا تنسوا في الأخير دائما زائرتين على موقعنا دوم الفيديو لـ .5.com وليس لدينا صحاتنا على الفيسبوك فيسبوك لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله